لما كنا صغيرين الوقت كان بيمر بشكل بطيء وكأنه ما بيتحركش كنا بنستنى جاسة المدرسة عشان نلعب طول الوقت ونقابل صحابنا كنا بنفرح بأعياد الميلاد والعزومات ولمة العيلة والخروج في المطاعم والنوادي مع الأهل والصحاب واللبس الجديد والصفر في الصيف والعوم في البحر ونركب عجلة واللعب في الملاي الحياة دي كان فيها السعادة الحقيقية كنا واضحين جدا مع نفسنا عشان كنا سعداء بأفسط الأشياء كنا فاكرين ان أصحاب الطفولة والمدرسة والجامعة أصحاب مدى الحياة ومش ممكن نفقدهم أو نخسرهم يوم الأيام هتصحى وهتفهم ان ما فيش حاجة بتدوم إلى الأبد وكل لما تكبر هتلاقي الحياة زحمة الحياة بقت بتاخد كل وقتنا والوقت بقى مش نكافة بالعكس ما كنا فاكرين لما كنا صغيرين تخيل لو حد سألك ايه أهم شيء في الحياة لازم يكون عندك إجابة واضحة اعرف ايه المهم بالنسبة لك وما تأجلوش لحد لما يبقى عندك وقت فاضي عشان الوقت الفاضي مش هيجي صدقني لو انت عارف ان عندك ايه واحد بس هتعيش به هتفكر في ايه فلوسك اللي في البنك ولا ممتلكاتك ولا شغلك ولا بيتك ولا عربيتك ولا لحظات السعادة اللي مش ممكن تشتريها لما جالي المرض بقيت قريب من الموت جيت أحس ان الحاجات الكبيرة اللي كنت بدور عليها في الحياة مش مهمة وحاجات اللي كنت فاكر انها صغيرة وبسيطة هي اللي كانت مهمة جدا مجرد ان نكون قادر أقوم من على السرير لوحدي وغير لفسي وكل الأكل اللي نسيت طعمه ونقدر عبر عن نفسي ووصل أفكاري ومشاعري للناس ونخرج في اي مكان وانا افسحها كويسة واني أنام من غير قلم كل دي معجزات من ربنا ماينفعش نشتريها حاجات كتيرة في الحياة بناخدها من غير مقابل ويقامتها أكتر من الدهب والفلوس كصديق مخلص شخص يحبها أسرة ابن أو بنت أو حفيد صحة عندنا فرصة واحدة وطفولة واحدة ومرحلة شباب واحدة وحياة واحدة لازم نستفيد من أحسن اللي عندنا وأحسن حاجة نقابلها في طريقنا وأحسن الفرص اللي بتجينا عشان ننجح في الحياة ونحس بسعادة كلنا عارفين إن الحقيقة سيارة وماينفعش نضيعها خلي قلبنا فرحانة بكل شيء حولينا خليك مفصود بالحاجات الصغيرة عشان لما هتبص براك هتفهم إنها كانت الحاجات الكبيرة خليك موسيقى شكرا